واشنطن تبدأ بإرسال أسلحة إلى المقاتلين الأكراد لمساعدتهم في استعادة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية أوبراين يطالب بضمان فتح جميع الموانئ اليمنية وولد الشيخ يؤكد أن الأزمة الإنسانية وشبح المجاعة كان يمكن تفاديهما حالة إنذار قصوى في بغداد بعد تفجيرين أوقع عشرات القتل والجرحة ألا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من التلفزيون العربي في لندن نقلت وكالة رويترز عن مسؤولنا أمريكي قوله إن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة إلى مقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من سيطرة ما يسمى بالدولة الإسلامية وقال المسؤول إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الأربع والعشرين الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر ويأتي هذا التحرك مع مضي الولايات المتحدة قدما في خطة تسليح ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية على الرغم من معارضة حليفتها تركيا المزيد تنظم إلينا من واشنطن مراسلتنا ريمة أبو حمدية مرحبا بك ريمة إذن إعلان واشنطن جاء بالتزامن مع تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماغرغ التي قال فيها إن عملية استرداد الرقة باتت أو ستنطرق قريبا آخر المعلومات المتوفرة لديك عن هذا الموضوع بالفعل وهذا ربما ما تأمل هذه الإدارة بالقيام به في أسرع وقت ربما بسبب المشاكل الداخلية الكثيرة ولكن فيما يتعلق بإرسال أسلحة إلى الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية هذا ما أعلنه مسؤولان أمريكيان بحسب وكالات إعلام مختلفة منها وكالات إعلام أمريكية قالت إن المسؤولين الأمريكيين تحدثا عن أن واشنطن بدأت بالفعل بإرسال أسلحة وذخائر للأكراد في قوات سوريا الديمقراطية رغم معارضة تركيا لهذا الأمر ورغم ما سمعناه من الرئيس التركي عندما كان في زيارة إلى البيت الأبيض والتقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن إرسال الأسلحة هذا يأتي ضمن التخويل أو ضمن التفويض الذي منحه الرئيس الأمريكي للبنتاجون قبل أسابيع من الآن والذي يقضي بإرسال أسلحة إلى الأكراد المسؤولين الأمريكيين لم يتحدثا عن نوعية الأسلحة التي تم إرسالها أو يتم إرسالها إلى الأكراد وإن كان هناك حديث من قبل البنتاجون قبل فترة عن أن هذه الأسلحة تشمل بنادق وذخائر وأجهزة راديو معدات هندسية بالإضافة إلى جرفات وما إلى ذلك من المعدات العسكرية اللازمة لعملية تحرير الرقة كما يقول المسؤولون وكما يقول خبراء عسكريون أمريكيون لا نعلم هل هناك مدة زمانية للأسلحة التي سيتم إرسالها وحجم هذه الأسلحة ما إذا كانت ستقتصر على هذه المعدات القليلة أو المعدات الخفيفة أم سيتم أيضا منح معدات ثقيلة وربما كما يقول خبراء عسكريون في الولايات المتحدة هذا ما سيحدد نوعية التعاون ما بين قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن في عملية تحرير الرقة كما تقول واشنطن ريمة أبو حمدية مراسلتنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل رفض الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أي تلميح إلى أن قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤولة عن الهجوم الكيميائي الذي ضرب بلدة خان شيخون بريف إدلب في نيسان أبريل الماضي وأدى بحياة عشرات الأشخاص كلام بوتين أدل به لصحيفة لوفيغاروة الفرنسية وجاء بعد يوم من تصريحات للرئيس الفرنسي إمانويل مكرون قال فيها إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا خط أحمر بالنسبة لبلاده قد يدفعها تجاوزه للقيام بعمليات انتقامية بعد هذا الهجوم الكيميائي مباشرة اقترحنا على الفور ترتيب تفتيش للمطار الذي يدعونا أن الرحلات التي تحمل صواريخ كيميائية قد أقلعت منه وإذا كان الأمر كذلك وإذا ما كانت قوات الأسد قد استخدمت أسلحة كيميائية فإنه لا محالة سيكون هناك بقايا آثار في هذا المطار طرق التحكم الحديثة يمكن أن تكشف الآثار على الفور وبدور صعوبة لكن الجميع رفضوا ذلك أجل الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون في العاصمة باريس محادثات مع وفد من الهيئة العليا للمفاوضات السورية برئاية ستي رياض حجاب وأكد مكرون دعمه المعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي جاء ذلك بعد يوم من اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجاء الاجتماع الذي لم يعلن عنه من قبل في الوقت الذي يسعى فيه مكرون إلى مراجعة سياسة فرنسا تجاه الصراع في سوريا منذ ست سنوات اعتقلت شرطة الألمانية شابا يبلغ من العمر 17 عاما قالت إنه سوري كان يخطط لهجوم الانتحاري في برلين لكن شرطة براندنبيرغ قالت إنها لم تعثر بعد على أدلة تؤكد أن المشتبه به الذي اعتقل في منطقة أوكرمارك شمال شرق برلين كان يخطط الهجوم وأوضحت في تغريدة على موقع تويتر إنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد جنسية المشتبه به أو وجود خطط ملموسة لشن هجوم لكنها قالت إن الأدلة المتوفرة لديها تشير إلى أن الشخص الذي لم أو الذي تم اعتقاله انضم إلى تنظيمات متشددة ودع أفراد أسرته أكد الموفد الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأزمة الإنسانية وشبح المجاعة كان يمكن تفاديهما في اليمن كما عدى ولد الشيخ خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي خصصة لمناقشة الأزمة اليمنية عدى عدم وجود أفق قريب للاستقرار في اليمن أمرا مؤسفا كما أكد المبعوث الدولي أن وفد الحوثيين وصالح لم يحضر المباحثات المتعلقة بالحل السياسي كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام بواجباتهم واحترام المجتمع الدولي من جهته طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين بضمان فتح جميع الموانئ اليمنية وضمان عدم مهاجمة ميناء الحديدة أناشد الدول الأعضاء أن تضمن بذل كل الجهود لإبقاء وتشغيل ميناء الحديدة مفتوحا أي هجوم على الحديدة ليس في مصلحة أي طرف لأنه سيؤدي بشكل مباشر لا رجعت فيه إلى دفع السكان اليمنيين إلى مزيد من المجاعة يمر اليمن الآن بأكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم مع أكثر من سبعة عشر مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وستة ملايين وثمانمائة شخص يبعدون خطوة واحدة بعيدا عن المجاعة الأزمة ليست أقادمة بل إنها لا تلوح في الأفق فهي هنا اليوم على ساعتنا والناس العاديون يدفعون الثمن ونبقى في الشأن اليمني حيث صدت المقامة الشعبية وقوات الرئيس هادي هجوم للحثين وقوات صالح في محاولة لاستعادة المواقع التي خسروها في الجانب الغربي من القصر الجمهوري في تعز في هذه الأثناء تدر معارك عنيفة في القصر الجمهوري ومحيطه والمناطق المتاخمة له شرق تعز معركة القصر الجمهوري بتعز لم تحسن بشكل كامل حتى الآن فرغم التقدم الذي أحرزته المقاومة الشعبية والقوات الموالية لهدي في الجانب الغربي من القصر مسيطرة على البوابات ونوبات الحراسة إلا أن مواجهات وقصفا متبادلا لا يزال متواصلا مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق والذين بدورهم لا يزالون يمسطون سيطرتهم على أجزاء واسعة من القصر ومحيطه والتلال المطلة عليه ويستهدفون من خلالها عناصر المقاومة المعركة حتى الآن خلفت العشرات بين قتيل وجريح من الطرفين وعددا من الأسرى الحوثيين بيد المقاومة والسيطرة على بعض المعدات العسكرية أسر الأبطال سبع أسرى بالأمس أعطب مدرعة بي أم بي بالأمس اليوم سحبت وإن شاء الله من غنائم الجيش الوطني اليوم تطورة معركة القصر تزامنت مع غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين وقوات صالح في تلة السلال القريبة منها فيما غارات أخرى نفذت في مناطق شمال المخى ومعسكر خالد على الساحل الغربي لتعز بالتزامن مع استمرار معارك الكدحة جنوب المحافظة بشكل متقطع خليل القاهري التلفزيون العربي أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معا لتلفزيون العربي بأن التفجيرين الذين استدفاء منطقتين الكرادة وسحة الشهداء وسط بغداد أصفراء عن مقتل 25 شخصاً و70 جريحاً وضف معا أن القوات العراقية استنفرت تأمين مناطق العاصمة وضواحيها بعدما أفادت تقارير استخبارات بإمكانية تتكرار هذه التفجيرات انفجار عنيف يهز منطقة الكرادة قبيل منتصف الليل نفذه انتحاري يقود سيارة دفع ربعي استهدف مطعماً ومحلاً للمثلجات أوقع عشرات القتلى والجرحة من المدنيين في الليلة الثالثة من رمضان تعتقد أن هذه التفجيرات الأخيرة القابلها 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 ودم الناس الأبرياء الراحة يعني هو خلل بالمنظومة الأمنية السلك الأمني تعبان ناس غير أكفاء من هبه وذيب يعتلي المكان هذا المشهد الدامي تكرر مرات عدة في هذا المكان خلال السنوات الماضية وتفيد تقارير الأمن الوقائي بنية ما يعرف بتنظيم الدولة بتنفيذ هجمات في العاصمة بغداد تستهدف الأسواق المكتظة ومراكز التسوق العملية متشضية ما بين القوات العسكرية والأمنية وكذلك ما بين المعلومة الاستخبارية والجهد الأمني الآخر الذي لا ينسجم في بودقة واحدة من أجل ضرب هذه الأرهاب وكذلك جهاز العمليات التي بدأت تتزايد بعملياتها تحديدا في العاصمة بغداد وبعد مرور 12 ساعة هز تفجير آخر ساحة الشهداء وسط العاصمة وأوقع عشرات القتلى والجرحى ليسجل يوم دام آخر في العاصمة التي يقول أغلب سكانها إن الأمن سيظل غائبا عنها طالما أن الحكومة وأجهزتها الأمنية لم تتعلم من أخطاء وخروقات أربعة عشر عاما من الفلتان الأمني طارق ماهر التلفزيون العربي من بغداد ينضم ولينا القبير العسكري والاستراتيجية دكتور أمير جبار سيد أمير مرحبا بك هذا الهجوم ليس الأول الذي يستهدف منطقة الكرادة ما هو التفسير المنطقي لهذا الاستهداف المتكرر لهذه المنطقة بالذات مساء الخير عليكم وعليكم مشاهدي قناتكم الكرام تحاول تنظيمات داعش إثبات الوجود كون تلك المنطقة تعتبر ضمن المناطق الحصينة والمنطقة المستهدفة هي قرب المربع الرئاسي الذي يشكل واحد من عناصر أو من مناطق بوابات المنطقة الخضراء وما داخلها حيث يكمن هناك كبار قادة الأحزاب الرئيس الحاكم على صنع القرار في العراق وأيضا رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية وكثير من المستشاري يسكنون تلك المنطقة المقابلة والمحاذية إلى منطقة التفجير هناك عملية مشددة أي عملية استهداف هذه المنطقة كأنه استهدفت منطقة المربع الرئاسي أو المنطقة الخضراء بحد ذاتها وبالتالي هو عملية إثبات تحذير قد هددت به تنظيمات داعش السابق ستكون هناك غزوة في رمضان وبالتالي كانت مصداقيتها لإثبات عنصر تحقيق النصر الإعلامي قد فعلت على العاصمة بغداد وقد نفذت هذا التهديد واليوم على قيادة العمليات المشتركة اللي كون هي المشرف على قيادة عمليات بغداد وكذلك الأجهزة الأمنية السابعة التي تستحكم القرار الأمني في العاصمة أن تعيد تقويم خططها الاستراتيجية ولسيما قصرة المدى حتى تستطيع أن تستفد من الأخطاء المتلاحقة في بعض الأداء الفاشل هناك غربات نوعية مهمة إذا كانت الاستخبارات العراقية كما تقول سيد أمير إذا كانت الاستخبارات العراقية كما تقول كانت لديها معلومات عن هذه الغزوة كما وصفتها وكانت هناك معلومات استخباراتية أيضا بعد هجوم الكرادة الأول أن هناك سيارات ملغمة دخلت بغداد وتم على إثرها استنفار القوى الأمنية العراقية إذن من يتحمل مسؤولية هذا الفشل الأمني إذا كانت هذه المعلومات متوفرة ولم يتم الحقول دون هذه التفجيرات أحسنت هذا السؤال جدا مهم دعنا أذكر بأنه مع كل الإمكانات والقدرات المتوفرة ما زالت لا ترقى إلى حجم التحدي الكبير الذي تفرضه التنظيمات داعش أنظر ما حصل مع كل القدرات وإمكانات جهاز الاستخبارات ومخابرات المصري لم تستطع تمنع هجوم المينيا وكذا الأمر في أوروبا عندما كان هناك هجوم سابق لم ينضع عليه إلا بضعة أسابع وبهذا نرى بأنه لحد الآن التقانع العالية لم تقدم شيء الكثير لتحصيل المعلومة استباقيا ما زالنا نعتمد على طرق الكلاسيكية في كثير من الأحيان لاستحصال المعلومة استخباراتية بضربة استباقية لا نوجد لحد الآن لدينا ضربات استباقية كبيرة لدينا بعض الضربات النوعية لكنها لا ترقى إلى حجم قد يخرج من عباءة الوقائية نقوم بعمليات تكتيك كلاسيكي وتقليدي لعملية منع تلك الهجمات يعني ما كل الحيطة والحذر التي فرضت قبيل الهجوم أنا كنت في المنطقة التفجيق قبل نصف ساعة من حدوث الانفجار كانت هناك تجديد في السيطرات وكثرة الزحمات وبالتالي كانت تقدم قتل مجاني للأسف أقول تلك السيطرات لأن لم يستطع هذا الإرهابي أولاً غيماسي من تنفيذ هجمته سيقوم بتنفيذها بأقرب نقطة السيطرة قد أتحت له فرصة تنفيذ هذا الهجوم البربري وبهذا نرى أصبح لزاماً على قيادة العمليات بغداد ووزارة الداخلية وأيضاً الإجهزة الأمنية أن تعيد النظر فيما تستطيع من تحصيله من معلومات استباقية وهذا يحتاج إلى تقانع على بناء تحتية متكاملة لم تستكمل لحد الآن كل أدواتها وأذكر على سبيل المثال للحصر هناك يجب أن يكون هناك مسح ألكتروني مستمر بالمناطيد أو بالطارات المسيرة زيادة السيطرات الإلكترونية وليس الكونكريتية زيادة حجم المراقبة والمسح الحراري ولا يسبب في الأوقات التي يمكن أن تشكل فراغ وعملية تقاطع صلاحيات في قيادات العمليات بين العاصمة بغداد وبين المحافظات أخرى وهناك كثير من الشواد يمكن أن تؤشر سلباً على الإداء الأمني نتيجة عدم توحيد صنع القرار الأمني ووجود صلاحيات متقاطعة بين هذه الأجهزة وضرب مثل واحد وبسيط وواضح للعيان هو تقاطع صلاحيات الأمنية بين لجنة أمن بغداد وهي التي تتبع مجلس محافظة بغداد وبين قيادة عمليات بغداد وبين وزارة الداخلية الخبير العسكري والاستراتيجية دكتور أمير جبار شكراً جزيلاً لك كنت معنا من بغداد أشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون بين بلاده والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة وأشار إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها اتفاقات الطاقة بالنسبة لروسيا وأصرح ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي يزور موسكو حالياً عقب لقائه بالرئيس الروسي إن ثم تتجانساً في مواقف البلدين بشأن أسواق النفط وكان ديوان الملكي السعودي قد أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا تأتي بناء أن على دعوة من بوتين ومن المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذكرت تقارير الإخبارية أن محادثات الطرفين ستشمل توقيع أربعة بروتوكولات تتعاون ومناقشة ملفي سوريا وإيران هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضاً الشرطة البريطانية تفتش منزلاً في ويغان في عملية مرتبطة بهجوم ماشستر الأسبوع الماضي انخفضت أسعار النفط بفعل ضغط مخاوف من أن تكون تخفيضات الانتاج من جانب كبار المصدرين في العالم غير كافية للتخلص من تخمات المعروضة التي دفعت الأسواق للهبوط على مدار ثلاثة أعوام وانخفض خام القياس العالمي مزيج براند 45 سنة للبرميل إلى 51 دولاراً و84 سنة كما نزل الخام الأمريكي الخفيف 25 سنة إلى 49 دولاراً و55 سنة للبرميل من جهتها قالت جولدمان ساكس لأبحاث الأسهم إن الحيلولة دون مزيد من النمو في إنتاج النفط السخري وتشييع أوبيك على إبقاء حركة السوق في نطاق ضيق يستلزمان بقاء عقود النفط الآجلة للعامين المقبلين عند 50 دولاراً للبرميل أو دون ذلك قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إنها تريد الإبقاء على شراكة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي كلام مي جاء رداً على تصريحات للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل قالت فيها إن أوروبا لا يمكنها بعد الآن الاعتماد بشكل كامل على بريطانيا مي وخلال تجمع انتخابي استعداداً للاقتراع العام المقرر في الثامن من الشهر المقبل أوضحت أن بلادها تسعى لتأسيس شراكة عميقة مع الاتحاد الأوروبي لأنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي لا من أوروبا وقالت ماي إن في الاتحاد الأوروبي من يريد معاقبة المملكة المتحدة بسبب خروجها من التكتل قالت الشرطة البريطانية إنها قامت اليوم بتفتيش مبنى في منطقة ويغن قرب مدينة مانشستر فيما يتصل بالتفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 22 شخصاً في حفل غنائي الأسبوع الماضي ونشر موقع ويغن توداي الإلكترونية التابع لصحيفة ويغن بوست المحلية تسجيلاً مصوراً يظهر وصول عربة لفرق تفكيك متفجرات لمبنى في المدينة التي تبعد قرابة 28 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة مانشستر ارتفع عدد ضحايا العاصفة التي ضربت العاصمة الروسية موسكو والضواحي المجاورة لها يوم أمس إلى 16 قتيلاً وأكثر من 200 جريح وتعد هذه أعنف عاصفة تتعرض لها العاصمة الروسية منذ تعرضها لعاصفة بقوة مماثلة عام 1998 أسفرت عن مقتل نحو عشرة أشخاص وشك سكان موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي من أن السلطات لم تحذرهم بشكل ملائم من العاصفة التي وقعت خلال وقت الدروة عندما اشتاحت الرياح القوية التي اقتلعت الأشجار المدينة التي اقتنها 12 مليون نسمة وفي العاصمة الألمانيا برلين هبت رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة ما تسبب بإغراق الشوارع محطات متر الانفاق وصدرت انذارات بهبوب العاصفة في أرجاء ألمانيا حيث جاءت مقدمتها مصحوبة برياح عاتية وأمطار وبرد في بعض أنحاء البلاد التي كانت الشمس فيها ساطعة على مدار أيام عدة أعلنت سلطات القضائية الماليزية اليوم تحويل قضية الفتتين المتهمتين بقتل أخي غير الشقيق للزعيم الكوري شمالي إلى محكمة أعلى وتواجه الاندونسية سيتي عائشة البالغة من العمر 25 سنة والفيتنامية دوان تي هونغ البالغة من العمر 28 سنة عقوبة الإعدام في حال إدانتهما بقتل كيم جونغ نام في مطار كولا لنبور في 13 فبراير شباط ووجه الاتهام رسميا إلى عائشة وهونغ في الأول من مارس أذار لكن محكمة سيبانك الجزئية أرجعت مرتين طلبات من ممثل الادعاء في هذه القضية بإحالتها إلى محكمة أعلى انتظارا لجمع المستندات يحتفي الأتراك بشهر رمضان المبارك بشكل مختلف عن كثير من دول أو من دول العالم الإسلامي إذ يغلب على طقوس هذا الشهر أجواء أشبه بالمهرجانات الشعبية وعادة ما تنظم بلدية اسطنبول وجبات إفطار جماعي في الميادين والساحات العامة التفاصيل مع أحمد غنام من ميدان السلطان أحمد إحياء لموروث والتقاليد أجدادهم العثمانيين يحتفي الأتراك بشهر رمضان إفطار جماعي بجهود رسمية وفردية انتظار لأذان المغرب في حديقة وميدان السلطان أحمد بالقرب من مسجد آيا صوفيا الذي يحتل مكانة خاصة لدى الأتراك الجو جميل هنا بالمشاركة في هذا الإفطار الجماعي فهنا تتجلل كثير من معاني الصيام في شهر رمضان نحن النساء نرغب كثيرا في المشاركة بهذا الإفطار فوسط هذا الإزدحام الكبير نشعر جميعا ببركة شهر رمضان المبارك وطعمه حتى لصوت المدفع يبتهج الكثير من الصائمين هنا لما يحمله من معاني تاريخية لفتح إسطنبول الاحتفالات الرسمية والشعبية بشهر رمضان تضفي على طقوسه شكلا أشبه بالمهرجانات الشعبية هذا المكان ممتلء بالروحانيات لذلك جئنا إلى هنا مع أقربائنا وأصدقائنا كي نفطر هنا ونحظى ببركة هذا المكان نعد طعامنا في منازلنا ونأتي به ونتشارك مع كل من يجلس بالقرب مننا حتى وإن كنا لا نعرفه بعد الإفطار يتوجه الكثير من الأتراك إلى المسارح والأسواق الشعبية التي تقيمها البلديات في الساحات والميادين العامة حيث تعرض أهم المنتجات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها الأسواق التركية يتمسك الأتراك بتقوصهم وتقاليدهم الخاصة بشهر رمضان تقاليد وعادات يرون فيها معتقدا دينيا وإرثا تاريخيا وهوية مميزة أحمد غنان التلفزيون العرب إسطنبول قالت منظمة الصحة العالمية إن زراعة التبغ تلحق ضررا هائلا بالبيئة عن طريق الإفراط في استخدام الكيمويات والطاقة والماء والتلوث الناتجة عن التصنيع والتوزيع ودعت المنظمة صناعة التبغ لدفع تعويضات عن الأضرار المسؤولة عن تغيير المناخ لكنها لم تذكر تقديرا لحجم هذه الأضرار وقالت المنظمة في أول تقرير لها عن تأثير التبغ على البيئة إن الأثر البيئي تجاوز بكثير تأثيرات دخان سجائر حيث أن بعض الدول الرئيسية في زراعة التبغ مثل الصين وزيمبابوي تستخدم الفحم أيضا الذي يتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون غتام النشرة السلام عليكم ورحمة الله